أسفرت قرعة دورية أبطال إفريقيا التي جرت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة عن مجموعات قوية ومثيرة بالنسبة لممثل الكرة الجزائرية نادي مولودية الجزائر وضعته القرعة في المجموعة الأولى حيث سيواجه كلا من الهلال السوداني ويونغ أفريكانز التنزاني الذي حقق تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة وتيبي مازينبي الكونغولي صاحب التاريخ العريق في المسابقة الإفريقية أما الممثل الثاني للجزائر نادي شباب بالوزداد فقد أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة بجوار عملاق الكرة الأفريقية الأهل المصري في مواجهة تعتبر أبرز تحضيات الفريق الجزائري بالإضافة إلى أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقي وملعب أبيجون الإفوري الذي يسعى هو الآخر إلى إثبت نفسه في البطولة